اهلا بكم عزيزية المتابعين. معاكم دكتور تامر. هنبدأ نتكلم على الانسولين. وفي حلقتنا دي هنتكلم اولا عن انواع الانسولين. ثانيا هنتكلم عن كيف نستخدم الانسولين في مريض السكر من النوع الاول. طيب وان ديابيتس. بعد كده ان شاء الله نبقى نعمل حلقة عن استخدام الانسولين في مريض السكر من النوع الثاني. ونبقى نعمل بعدين حلقة بقى عن مضخات الانسولين وعن الانسولين المركز وعن الانسولين اللي بيتاخد عن طريق الاستنشاك وعايز افكرك ان انا كنت عامل حلقة زمان عن علاج السكر بالتفصيل يعتبر مركز فيها على الاقراس اكتر لكن اتكلمت فيها برضو عن الانسولين تقدر تشوفها من الرابط تحت حلقتنا النهاردة مخصصة للاطباء والطاقم الطبي وما تنساش في البداية اعمل لي لايك للفيديو بص يا صديق العزيز هنتكلم اول حاجة عن انواع الانسولين اول حاجة في الانواع القديمة شوية اللي بنقول عليها الانسولين البشري وده في منه نوعين النوع الاول اللي هو الشورت اكتنج انسولين بنقول عليه اللي هو قصير للمفعول او بنقول عليه الانسولين المائي مشهور اوي باسم اكت رابد او هومولين ار المهم ان هذا النوع اللي هو الشورت اكتنج انسولين مفعوله بيبدأ من حوالي 30 ل 45 دقيقة والبيك بتاعته يعني مستوى بيزيد اكتر حاجة كده في خلال من ساعتين لاربع ساعات والديوريشن استمراره في الجسم تقريبا بيستمر لحد من 6 ل 8 ساعات وعشان بتاعته دي اللي بتبدأ بعد من 30 ل 45 دقيقة فاحنا لما بنديه للمريض بنخليه يغضو قبل الطعام بحوالي نص ساعة ده الافضل لان هو يعتبر بطيق شوية وبالمناسبة الاكت رابد او الانسولين المائي او الشورت اكتنج انسولين ده هو ده الوحيد اللي بيتاخد اي في ممكن نديه وريد في بعض الحالات طبعا زي دي كي اي النوع التاني من الهيومان انسولين وهو متوسط المدى او بنقول عليه ان بي اتش او انسولين ايزوفان وموجود في السوق باسم هومولين ان مثلا او انسومان بيزل وده متوسط المدى مفعوله بيبدأ بعد من ساعة لساعتين من اعطاء الانسولين وبيكون لي بيك يعني مستعدته بتاعلى شوية بعد حوالي من اربعة لست ساعات والديوريشن بتاعته حوالي من اتناشر لستاشر ساعة والنوع ده ممكن استخدمه كبيزل انسولين ان انا ادي مرتين في اليوم للمريض عشان يشتغل بيزل لكنه مش افضل حاجة لانه لي بيك زي ما احنا شايفين فمش افضل حاجة لكن ممكن اعطاءه وطبعا الكلام ده كله ولنعرفه مع الوقت ما تقلقش النوع الثالث من الهومل هي لليموت انسولين يعني هو خليط من النوعين دول يعني فيه شركات مجهزة خليط من عند الانتهر مستارد سبعين ثلاثين وزيthyومولين سبعين تلاتين بيكون سبعين في المياه من الكمية و تلاتين في المياه من الكمية دي بالامحان والبريميكس انسولين ده اللي هو الخليط ده اكتر نوع져 يستخدم في نظام الناس اللي بتاخد شكتين في اليوم اللي بتستخدم النظام ده غالبا بيستخدمه ده وطبعا ده نظام مش كويس شوية وليه عيوب كتير لكن في بعض الناس بتستخدمه نظرا لانه شكتين بس في اليوم وبرضه هنتكلم عنه بعد شوية ما تقلقش المهم ان انت لحد دلوقتي عرفت ان في منه الخليط من النوعين دول الانواع الجديدة من الانسولين غير الهيومان انسولين بقى حاجة اسمها انسولين انالوجز ودي انواع من الانسولين مصنعة بتكنولوجيا بقى فيها الدي ان اي تكنولوجي والحاجات دي يعني وطبعا هي اغلى في السعر لكن ليها مميزات كتير من ناحية الامتصاص ومدة العمل وحاجات زي كده بتخلينا نستخدمهم بطريقة كويسة تشابه الطريقة الطبيعية لافراز الانسولين في جسم الانسان الطبيعي زي ما هنعرف في طرق الاستخدام بعد كده المهم يعرف ان الانسولين انالوجز دي المجموعات الجديدة الاغلى لكن الافضل ودي في منها برضو رابد اكتنج انسولين اللي هو انسولين سريع المفعول زي طبعا انسولين ليسبرو في السوق باسم هومالوج وانسولين اسبرت طبعا نوفو رابد معروف وانسولين جولوليزين اللي هو الابيدرا فدول كلهم بنقول عليهم رابد اكتنج انسولين مفعولهم بيبدأ بعد من خمسة لخمستاشر ديئة من اعطاقهم فبيبدأ بسرعة البيك بتاعتهم من خمسة وربعين لخمسة وسبعين دقيقة والديوريشن بتاعتهم من ثلاثة لخمس ساعات فقط فهو قصير المفعول ورابد اكتنج بيشتغل بسرعة عشان كده لما بنده للمرضى زي ما هنعرف بعد كده بنده للمريض قبل الطعام مباشرة وحتى يمكن نديه بعد الطعام مفيش مشكلة فدول رابد اكتنج انسولين كمان في نوع اسمه ألترا رابد اكتنج يعني سريع جدا بس مش مشهور كتير فحضرتك تعرف ان اول نوع من انواع الانسولين انالوجز هم الربد اكتنج انسولين زي الليسبرو اسبرت جولوليزين الانواع التانية من الانسولين انالوجز وهم لونج اكتنج انسولين اللي هو طويل المفعول واللي غالبا دول بنستخدمهم كانسولين قاعدي او بيزل انسولين الانسان الطبيعي عنده انسولين بيتفرز انسولين قاعدي طول الوقت بغض النظر عن الطعام ولما الانسان الطبيعي بياكل فالطعام ده بيرفع مستوى الجلوكوز وبالتالي يقابله ارتفاع في مستوى الانسولين وينزل تاني لكن ما بينزلش للصفر لا بينزل للمستوى القاعدي فاللونج اكتنج انسولين دول احنا بنستخدمهم كبيزل انسولين هذا المستوى القاعدي عشان يحاكي الانسان الطبيعي زي مين لونج اكتنج انسولين زي طبعا انسولين جلارجين مشهور لانتوس ده بيبدأ يشتغل بعد 3 ل 4 ساعات ومالوش بيك يعني مفيش فترة بيعلى فيها او ويرجع ينزل لا هو بيطلع في 3 او 4 ساعات ويستمر قاعدي يستمر في مستوى ثابت تقريبا طول الوقت والديوريشن بتاعه يقارل 24 ساعة النوع الثاني من اللونج اكتنج انسولين هو ديتمير في السوق باسم ليفيمير بيبدأ الشغل بتاعه بعد من ساعة لساعتين وبرضو مالوش بيك والنوع ده لو هديه للمريض لازم اديه مرتين في اليوم اما اللانتوس او الانسولين جلارجين فممكن اديه مرة واحدة في اليوم او اديه مرتين في اليوم لكن الديتيمير او الليفيمير لازم مرتين في اليوم النوع الثالث هو انسولين ديجلو ديك في السوق موجود باسم تريسيبة ده بيبدأ يشتغل بعد ساعة لساعتين وبرضو مالوش بيك مالوش وقت بيطلع فيه جامد وينزل لا هو مستوى يعتبر سابت طول الوقت والديوريشن اف اكشن بتاعه ممكن يوصل لحد 40 ساعة وده طبعا لو هستخدمه بيستخدم مرة واحدة في اليوم يبقى الانسولين انالوغز الانواع الرئيسية فيهم هم الربد اكتنج انسولين واللونج اكتنج انسولين زي ما قلنا فيه حاجات الترا رابد اكتنج بس مش مشهورة كتير كمان فيه بريميكس انسولين من هذه الانواع لكن برضو مش مشهورة كتير عشان ما تتلغبطش سيبك منها ودلوقتي تعالى بقى عشان نتطبق على المريض بتاعنا بص يا صديقي العزيز احنا بنتكلم على مريض سكر من النوع الاول واحنا بطن اكبار بنتكلم على البالغين لكن نفس الكلام تقريبا على الاطفال بس المهم خلينا اتنج موضوعنا احنا بنتكلم على الكبار مريض السكر من النوع الاول هو علاجه الاساسي والوحيد تقريبا هو الانسولين لازم ياخد انسولين جهاز المناع بتاعه دمر موضوع البنكرياز ده وما بقاش يفرز انسولين ولازم ياخد انسولين فالمريض ده قدامك معه ثلاث اختيارات يا إما تمشي على نظام بيزال بولس وده الأفضل بيحاكي الإنسان الطبيعي زي الإنسان الطبيعي وهنتكلم عنه التفاصيل أكتر يا إما تمشي على إنسولين بامب مضخة إنسولين ودي غالية لسه جديدة مش منتشرة هنبقى نعمل عنها حلقة زي ما قلنا مش متوفرة كتير يا إما تمشي على نظام توايز ديلي ريجمين إن انت تدي له جرعتين بس في اليوم من البريميكسد إنسولين أو خليط الإنسولين اللي تكلمنا عنه وده مش مفضل زي ما هنتكلم الاختيار الأول وهو الأفضل لهذا المريض هو بيزال بولس ريجمين أو بنقول عليه مالتوبول دوزين ديلي ريجمين المريض بياخد فيه أربع شكات من الإنسولين في اليوم في هذا النظام المريض بتاعنا لو محتاج 60 وحدة على سبيل المثال محتاج 60 وحدة من الإنسولين في اليوم فأنا بديله من 40 ل50 في المية من هذه الوحدات بيزال إنسولين أو إنسولين قاعدي اللي هو إيه طويل المفعول زي ما قلنا يعني الستين وحدة اللي المريض محتاجهم هديله نصهم تقريبا إنهم التلاتين بيزال إنسولين لنتوس مثلا بالليل الساعة 10 بالليل أو الساعة 11 بالليل لنتوس أو تريسيبة ده إنسولين قاعدي اللي هو مستوى سابت تقريبا طول الوقت زيه زي الإنسان الطبيعي وقبل كل وجبة هياخد إنسولين مائي أو إنسولين سريعي المفعول عشان برضو زي ما قلنا الإنسان الطبيعي لما بيأكل مستوى الجلوكوس بيطلع فمستوى الانسولين يطلع عشان يحرق هذا الجولوكوس فهنعمل كده مع المريض بتاعنا هنقسم الثلاثين الوحدة اللي فضلين على الوجبات ياخد مثلا قبل الفطار عشر وحدات وقبل الغد عشر وحدات وقبل العاشة عشر وحدات لو كان بياخد اكت رابد او انسولين مائي اللي هو قصير للمفعول اللي هو بطيء شوية بياخدهم قبل الاكل بنص ساعة اما لو بياخد رابد اكتنج انسولين زي نوفو رابد مثلا او زي الابدرة والحاجات دي فده بياخدوا قبل الاكل مباشرة او حتى بعد الاكل تقول لي طب الوحدات اللي المريض بيحتاجها ده هنعرفها ازاي انت قلت ستين واحدة عرفت ستين واحدة ازاي هقولك ان التوتال ديلي دوز اللي هي الجرعة الاجمالية اللي بيحتاجها المريض المفروض بتكون من اتنين من عشرة لحد خمسة من عشرة يونت لكل كيلو من وزن المريض يعني المريض بتاعنا لو وزنه مئة كيلو فهنحتاج من اتنين من عشرة خمسة من عشرة وحدة لكل كيلو خمسة من عشرة دي يعني نص نص وحدة لكل كيلو فاحنا رفل كده المريض لو وزنه مئة هنديله خمسين وحدة طبعا انت لو ما قال لا او خايف من الهايبو جليسيميا ابدأ بجرعات اقل شوية وبعدين نعلى بعد كده بالقياس ما احنا هنتابع مستويات السكر فالمهم ان ده مصطلح عايزك تعرف الاول اسمه توتال ديلي دوز الجرعة الاجمالية الكلية للمريض ده في اليوم الواحد اللي هي بتكون من اثنين من عشرة لخمسة من عشرة يونت لكل كيلو احيانا نحتاج للمريض اكتر من خمسة من عشرة يونت لكل كيلو في بعض الحالات زي مثلا المراهقين او فترات البلوغ زي مثلا لو المريض في حالة انفكشن او عدوى او في ميديكال استرس داخل عمليات مثلا الحاجات دي كلها بترفع السكر فبنحتاج كميات انسلين اكبر شوية ممكن بدل خمسة من عشرة يبقى ستة من عشرة سبعة من عشرة احيانا تمانية من عشرة لكن انت برضو عشان ما تلقبطش نفسك اعرف ان التوتال دي اللي يدوس بتاع المريض تقريبا خمسة من عشرة يونت لكل كيلو في اليوم مريض وزنه ستين كيلو هياخد تلاتين واحدة في اليوم مجموع الانسلين كله تلاتين مريض وزنه مية هياخد خمسين مريض وزنه مية وخمسين هياخد خمسة وسبعين بس طبعا مرضى السكر من النوع الاول غالبا بيبقى رفيعين ودلوقتي تعالى نقول مثال كده بالارقام عشان نشوف تمشي مع المريض ازاي هنفرض ان مريض جايلك وزنه تمانين كيلو جرام يبقى التوتال دي اللي يدوس بتاعته كام كمية الانسلين اللي هيحتاجها في اليوم كام زي ما قلنا تقريبا خمسة من عشرة يونت لكل كيلو نص وحدة لكل كيلو يعني فهيبقى نص التمانين أربعين واحدة المريض ده هنديله نصهم بيزل احنا قلنا من أربعين لخمسين في المية بيزل تقول خمسين في المية عشان ما تتلقبطش فممكن هتديله لنتوس عشرين وحدة مساء وقت النوم مثلا الساعة 11 بالليل يتفضل عشرين وحدة فهتديله حاجة من الرابط اكتنج انسلين زي النوفو رابط مثلا هتديله ست وحدات قبل الفطار مباشرة لان ده رابط اكتنج هتديله ثمن وحدات قبل الغدا مباشرة هتديله ست وحدات قبل العاشة مباشرة طب ليه ستة وبعدين تمانية وبعدين ستة عشان احنا في الشعب المصري بناكل اكتر حاجة في وجبة الغدا وعشان ما دخلكش في حسابات معقدة هتعرفها بعدين في نهاية الفيديو المعادلات والحسابات والحاجات دي بقى وطبعا بعد كده بنتابع اياسات السكر للمريض بتاعنا التارجت الهدف بتاعنا من المريض ان الصايم بتاعه يكون اقل من 130 وان الفاطر اللي هو بعد الاكل بساعتين يكون اقل من 180 ميلي جرام برديسي ليل تر طبعا فالمريض بتاعنا بخليه يقيس السكر اكتر من مرة في اليوم ممكن اول ما يصحى من النوم عند الاستيقاظ والاياس اللي هيطلع في الوقت ده هيحكمي على جرعة البيزل جرعة الانسولين القاعدي اللي هو خدها بالليل قبل ما ينام اللي هو اللانتوس يعني الاياس ده لو طلع عالي انا قلت الصايم المفروض يكون اقل من 130 افرد لاته 150 هي برضو لها قواعد لكن انت رفل كده هتزود الانسولين القاعدي كل 3 ايام تقريبا ممكن تزود وحدتين كل مرة لحد ما الاركام تزبط معاك يبقى اول قياس ايسه للمريض ده من السكر هو اول ما يقوم من نوم عشان احكم على البيزل انسولين بعد كده بعد الفطار بساعتين بعد الغداء بساعتين بعد العشب ساعتين عشان احكم على جرعة الانسولين اللي تتخذ قبل الوجبات فانا لو اسطلوا بعد الفطار بساعتين طلع 160 جميل جدا يبقى الجرعة مناسبة لي بعد الغداء بساعتين طلع 150 جميل جدا بعد العشرة بساعتين طلع مية واربعين جميل جدا لكن افرض بعد الغدى بساعتين طلع ميتين وخمسين مثلا لا يبقى كده جرعة الغدى محتاجة تتعدل محتاجة تزيد يبقى ازودها واسيب الباقي زي ما هو لان الباقي كويس فابدأ برضو ارفع وحدتين كل مرة كده لحد ما زبط مستويات السكر لهذا المريض طبعا هو في معادلات لحساب كل ده هنتكلم عنها في نهاية الفيديو لكن انا بقولك الطريقة العملية الاسهل اولا واللي الناس بتطبقها بصراحة اكتر يعني يبقى المريض بتاعك اللي وزنه 80 اديته نص وزنه وحدات فخد 40 وحدة اسمتهم له نصهم بيزل خد 20 وحدة لانتوس بالليل والنص التاني برانديال قبل كل وجبة 6 8 6 ابتديت اقيس المريض بتاع السكر وتابعه لو لقيت اياسات بتاعله في وقت معين هبدأ ازود الانسولين اللي قبل الوقت ده يعني بعد الغدى بساعتين هو اللي زيادة هزود جرعة قبل الغدى بعد العشاء بساعتين هو اللي زيادة يبقى زود جرعة قبل العشاء بعد الفطار بساعتين هو اللي زيادة يبقى ازود جرعة قبل الفطار قبل الفطار هو اللي زيادة يبقى كده البيزل انسولين الانسولين القاعدة بتاعه بالليل هو اللي محتاج يزيد لكن ده زي ما قلنا بنحاول نزوده كل 3 ايام لانه مستوياته بتستقر في الدم في خلال 3 ايام الافضل يعني ان احنا نصبر 3 ايام وفيه طريقة تانية ممكن نستخدمها عشان نحكم على كمية الانسولين اللي بيتاخد قبل الوجبات اللي هو الربط اكتينج ان انا اقيس للمريض بتاعي قبل كل وجبة يعني اقيس السكر للمريض بتاعي قبل الغداء مباشرة ودي تحكم لي على جرعة قبل الفطار واقس له قبل العشاء مباشرة ودي تحكم لي على جرعة قبل الغداء وممكن بعد العشاء بساعتين او بتلات ساعات ودي تحكم لي على جرعة قبل العشاء بس هنا هنستخدم ترجل تاني بقى يعني قبل الغداء مباشرة المفروض يكون السكر اقل من 130 لانه يعتبر صايم بين الغداء والفطار تقريبا 6 ساعات فالتارجل بتاعنا في الوقت ده أقل من 130 بمعنى أنه لو طلع أكتر من 130 يبقى في الحالة دي محتاجة زود جرعة قبل الفطار كذلك الأمر قبل العشاء المفروض التارجل يكون أقل من 130 لو طلع زيادة عن 130 هحتاجة زود جرعة قبل الغداء أما بعد العشاء بساعتين أو بتلت ساعات فالتارجل بتاعنا أنه يكون أقل من 180 لأنه ده يعتبر فاطر بعد الأكل بساعتين وعلى أساسه بحكم على جرعة قبل العشاء وكده يبقى تكلمنا عن النظام الأول والأفضل لعلاج السكر من النوع الأول اللي هو بيزل بولاس ريجيمين أو مالطبول دايلي دوزينج ريجيمين النظام الثاني اللي ممكن أتديه للمريض ده أو أمشي عليه هو الإنسولين بومب وده قلنا غالية مش متوفرة كتير ليها مميزات ولها عيوب هنبقى نتكلم عنه في حلقة بعدين أما النظام الثالث اللي ممكن أتديه للمريض ده لكن مش مفضل مش كويس مش بيمشي زي الفيسيولوجي الطبيعي بتاع الإنسان هو التويس ديلي ريجيمين إننا ندي للمريض جرعتين بس من البريميكسة إنسولين حاجة زي الميكستار ده 70-30 مثلا أو هيمولين 70-30 لكن أحيانا نضطر لهذا النظام ليه بقى؟ مريض مش متعاون رافض إنه هو ياخد بيزل بولاس ريجيمين قال لك يا عم أنا مش أخد 4 شكات في اليوم وعلى إيس 50 مرة في اليوم أنا تعبين أنا بروح شغل أنا مش فاضل الكلام ده فيبقى نص العمى ولا العمى كله فندي له إنسولين بدل ما ياخدش خالص كمان ممكن المريض يستفيد من النظام ده شوية لو هو مثبت مواعيد الوجبات بتاعته في الحالة دي يعني ممكن يناسبه هذا النظام شوية لكن في العموم هو مش مفضل بس لازم نعرفه طيب النظام ده بنطبقه إزاي مع المريض بتاعنا مريض جالك ووزنه 90 كيلو جرام يبقى التوتل ديليدوس بتاعته كام؟ أو كمية الإنسولين اللي يحتاجها على مدار اليوم كام؟ انت عارفت بقى يعتبر نص الوزن فالمريض بتاعنا يحتاج 45 وحدة فطبعا إحنا هندي له بريميكسد إنسولين زي ميكستارد مثلا 70-30 في النظام ده بندي له تلتين الجرعة قبل الفطار وتلت الجرعة قبل العشاء فال45 وحدة هندي له 30 وحدة قبل الفطار بنص ساعة و15 وحدة قبل العشاء وعلى فكرة في النظام ده يقال إن البيك بتاع الـ NPH أو متوسط المداح إحنا قلنا إنه ليه بيك بتكون بعد حوالي من 4-6 ساعات بيقوله إن البيك دي ممكن تغطي الغداء ومحتاجش يساعتها جرعة في الغداء من الإنسولين المائي مثلا أو سري المفعول يعني بيقوله إن النظام ده مش وحش قوي يعني المهم إعرف إن انت بتدي المريض بتاعك تلتين الجرعة قبل الفطار بنص ساعة والتلت قبل العشاء بنص ساعة لإن ده طبعا human insulin إحنا قلنا الميكستارد عبارة عن regular insulin يعني أو short acting insulin مع ال-NPH فده بيتاخد قبل الأكل بنص ساعة بعد كده بتتابع المريض بتاعك برضو ممكن تخليه يقيس السكر بتاعه أول ما يقوم من النوم وبعد كل وجبة بساعتين عشان نحاول نزبط الجرعات كده ونشوف نزود جرعة الصباح ولا جرعة المساء وزي ما إحنا شايفين إن فيه restriction يعني هنزود إيه بالزبط هم جرعتين اتنين والمريض بيأكل تلات واجبات وفيه صايم كمان فبنحاول بقى نزبط الجرعات شوية هنزود مثلا جرعة الصباح أو جرعة المساء بطريقة يعني تخلي القياسات تطلع مظبوطة أو في التارجت اللي إحنا عايزينه بس طبعا النظام ده مش محبب والنظام الأفضل هو البيزل بولس ريجمن لمرضى السكر من النوع الأول لازم تقنع مريضك بكده ولكن في بعض الحالات إذا فشلنا خالص يعني والمريض مصمم بنمشي على تويز ديلي ريجمن وكده يعتبر خلصنا حلقتنا النهاردة لو عايز تقفل الفيديو خلاص اقفله لإن أنا هتكلم بقى عن المعادلات والنظام بقى المفصل شوية اللي بنستخدمه في البيزل بولس ريجمن عشان نحسب الجرعات بتاعة اللي أنا قلته قبل كده ده رفلي حاجة كده يعني بالويم شوية لإن إحنا الثقافة بتاعتنا مش بنتابع مع طبيب تغذية مش عارفين الوجبة فيها كربوهيدريت قد إيه وهكذا يعني فأنت لو عايز تعرف المعادلات بقى والطريقة الدقيقة شوية كمل معايا وما تنامش يعني إنت عتكول نول إيه أولا يا صديق العزيز فيه مصطلحات لازم تعرفها اعرفها الأول وبعدين هتعرف هنحتاجها في ايه بعد كده بس الأول اعرفها أول مصطلح يسمه أو بنقول عليه وده يعتبر كده خلاصته إن كل وحدة إنسولين هديها للمريض هتنزل مستوى السكر بتاعه قد إيه المهم يعرف المعادلة بتاعته إزاي لو المريض بيستخدم نوع من نوفو رابد مثلا أو يعني أو أسبرت أو جلوليزين فالإنسولين سنسيديف دي فاكتور بتاعه بيكون 1800 على التوتال ديلي دوز بتاعته يعني المريض لو بياخد إجمالا 60 وحدة في اليوم فالإنسولين سنسيديف دي فاكتور بتاعه 1800 على الستين هيساوي 30 يبقى الإنسولين سنسيديف دي فاكتور بتاعه 30 اعرفه دلوقتي وخلاص أما لو كان المريض بتاعك بيستخدم شورت أكتنج إنسولين حاجة زي أكت رابد مثلا في الحالة دي بدل الألف وتمنمية هنخليها ألف وخمسمية يبقى ألف وخمسمية على توتال ديلي دوز يبقى ألف وخمسمية على ستين هيساوي 25 كمان معلش هتعبك في مصطلح تاني اسمه كربوهيدريت تو انسلين ريشيو وده خلاصته كده أو معناه يعني هنحتاج إنسولين قد إيه عشان نحرق الكربوهيدريت في الوجبة اللي جاية فعشان نعرف المعادلة دي بنحتاج الريشيو ده كربوهيدريت تو انسلين ريشيو وده بنعرفه إزاي الريشيو ده 500 على توتال ديلي دوز يعني برضو 500 الراجل ده بياخد ستين واحدة في اليوم أو المفروض ياخد ستين واحدة في اليوم يبقى خمسمية على ستين هيطلع تقريبا تمانية عرفت المصطلحين دول خلاص؟ تعالا بقى نطبق وهنفهم مع بعض واحدة واحدة مريض متابع معاك عنده سكر من النوع الأول والمريض ده وزنه سبعين كيلو جرام وهيتغدى عايزي يأكل يتغدى والوجبة بتاعته في الغدى فيها 50 جرام كربوهيدريت ولما جي إيس السكر قبل الغدى طلع 120 ركز معايا في الأرقام دي في الحالة دي الراجل ده إياسه قبل الغدى طبيعي ولا مش طبيعي؟ طبيعي 120 ما احنا الترجط بتاعنا قبل الغدى يكون 130 مش أكتر من 130 لأنه يعتبر صايم الفترة بين الفطار والغدى حوالي 6 ساعات مثلا فالترجط بتاعنا إنه يكون أقل من 130 فبالفعل الراجل ده سكره 120 زي الفل فالراجل ده لما نيجي نحسب له جرعة الإنسولين اللي هيخدها بياخد حاجة اسمها برانديال دوز يعني يعتبر كمية إنسولين هتحرق شوية الكربوهيدريت اللي هيخدهم في الواجبة وخلاص برانديال دوز دي بتتحسب ازاي؟ بنقسم الكربوهيدريت اللي هيخدها على الكربوهيدريتو إنسولين ريشيو اللي قلنا عليه فالكربوهيدريتو إنسولين ريشيو للشخص ده هيساوي 500 على توتال ديلي دوز التودال دي ليدوز بتاعته نص وزنه هو وزنه 70 يبقى نصهم 35 يبقى 500 على 35 هيددينا تقريبا 14 ده الكربوهيدريت فلما نيجي بقى نحسب له البرانديال دوز بتاعته هيبقى 50 اللي هي كمية الكربوهيدريت اللي هيخدها على هذا الريشيو اللي نتيجته طلعت 14 فهتكون النتيجة 3 ونص يعني تقريبا 4 وحدات يبقى الشخص ده هنددله برانديال دوز فقط اللي هي حوالي 4 وحدات لانه سكره حاليا طبيعي مش محتاج حاجة تاني طيب تقول لي مالي insulin sensitivity factor خليتنا عرفه ليه ما استخدمناهش في حاجة اقولك ركز معي وهنستخدمه دلوقتي خلينا نفرض ان نفس المريض اللي وزنه 70 كيلو جرام وماشي على نظام بيزال بولس بياخد لانتوس بالليل وبياخد أسبرت قبل كل واجبة نوفو رابت مثلا المهم جاي هيتغدى وهياخد 50 جرام كربوهيدريت في الغدى بتاعه لكن لما جاي قيس السكر في الوقت ده قبل الغدى طلع 120 واحنا عارفين الترج بتاعنا انه يكون اقل من 130 فهل نديله بريانديال دوز بس حاجة تحرق الكربوهيدريت اللي هياخدها وخلاص تم هو سكره بالفعل دلوقتي عالي محتاج حاجة كمان محتاج correction dose فدي الرسالة اللي عايزة اوصلها لك ان هذا المريض اللي سكره مرتفع بالفعل قبل الوجبة بياخد بريانديال دوز على حسب كمية الكربوهيدريت اللي هياخدها في الوجبة الجديدة بالاضافة لcorrection dose تحاول تصلح السكر المرتفع بالفعل دلوقتي طيب البرانديال دوز وعرفناها كمية الكربوهيدريت على كربوهيدريت انسولين ريشيو اللي قلنا عليه 50 على 14 طلع حوالي يعني 3.5 او 4 وحدات طيب correction dose التصليحية دي نعملها ازاي correction dose معادلة بسيطة كده اللي هو القياس الحالي للسكر نطرح منه التارجت احنا عايزينه يبقى كام ونقسم الكلام ده كله على insulin sensitivity factor اللي قلت لك اعرفه في البداية فالمريض بتاعنا ده قياس السكر بتاعه حاليا 220 ناقص التارجت 130 او 120 او 120 ونقسم الكلام ده كله على insulin sensitivity factor فالinsulin sensitivity factor لهذا المريض كام بيساوي 1800 لانه بياخد رابت اكتنج انسولين على total daily dose اللي هي 35 اللي هي نص وزنه هو وزنه 70 يبقى 1800 على 35 اللي بيساوي 51 يبقى insulin sensitivity factor بتاعه 51 نطبق المعادلة بقى بتاع correction dose عشان نشوفه هياخد وحدات insulin قد ايه اضافية او تصحيحية يبقى 120 اللي هو قياس السكر الحالي ناقص 120 اللي هو التارجت بتاعنا على 51 اللي هو insulin sensitivity factor هيساوي 100 على 51 هيساوي 91 من 10 اللي هو تقريبا يعني اتنين يبقى المريض بتاعنا ده محتاج وحدتين كمان دي اسمها correction dose جرعة تصحيحية لان المريض بتاعنا السكر مرتفع اصلا قبل الوجبة بالاضافة انه لسه هياكل فبياخد brandial dose بالاضافة لcorrection dose فالمريض بتاعنا ده هياخد اربع وحدات اللي هما brandial dose ونزود عليهم وحدتين اللي هما correction dose فالمريض بتاعنا ياخد ستة وحدات من الانسولين طبعا سريع المفعول اللي هو ماشي عليه اللي هو نوفو رابط مثلا اللي هو insulin aspart طبعا كمان في المريض ده احنا ممكن نراجع هو ليه سكره عالي قبل الوجبة اصلا فنشوف وجبة قبل الفطار ليه مش مزبطة الدنيا يعني ولا هو زود في الاكل بتاعه زياد عن العادي ولم يزود الانسولين بتاعه يعني حاجة زي كده ناخد بالنا من الموضوع ده برضه دلوقتي انا عارف انك تهت شوية او الموضوع ريخم شوية بس انت اللي مكمل الفيديو فكمل بقى للنهاية دلوقتي هقول مثال تاني عشان نطبق الحاجات دي مع بعض وعايزك بقى تصحصح معايا كده مريض وزنه 100 كيلو جرام عايز يتعشى وهيكل في العشة بتاعه 150 جرام كربوهيدريت وجه يقيس السكر قبل العشة لـ 250 ميلي جرام برديسليتر وهو برضه ماشي على نظام بيزال بولس بياخد لانتوس مثلا وبياخد نوفو رابط فالمريض ده هيحتاج جرعة اجمالية كام قبل العشة بتاعه من الرابط اكتنج انسولين اللي هو نوفو رابط مثلا هيحتاج كام واحدة بقى اول حاجة نعرفها توتال ديلي دوز للمريض ده التوتال ديلي دوز بتاعته كام؟ نص وزنه هو وزنه 100 يبقى التوتال ديلي دوز بتاعته 50 ونسأل نفسنا سؤال هل المريض بتاعنا السكر دلوقتي مظبوط؟ هتقول لي لا مش مظبوط عالي طبعا يبقى احنا للمريض ده مش هنحتاج برانديا لانسولين بس ده احنا هنحتاج برانديا لانسولين بالاضافة الى كورريكشن دوز يعني كمية انسولين تحرق اللي هيكله ده وكمية تانية عشان تزبط المستوى العالي حاليا فنحسبهم مع بعض اول حاجة كربوهيدريتو انسول ريشو بتاع المريض ده كام؟ زي ما قلنا 500 على التوتال ديلي دوز يبقى 500 على 50 ساوي 10 البرانديا لدوز بتاعته هتساوي كام؟ 150 اللي هي كمية الكربوهيدريتو اللي هيخدها في العشا على كربوهيدريتو انسول ريشو اللي طلع عشرة يبقى البرانديا لدوز بتاعته هزا المريض 150 على عشرة يبقى هيحتاج 15 وحدة نسيبه كده؟ لا طبعا هنجدله كورريكشن دوز لانه سكره عالي دلوقتي كورريكشن دوز هتساوي 250 اللي هو قياس السكر حاليا ناقص 120 اللي هو التارجت اللي احنا كنا نتمناه على إنسولين سنسيديفتي فاكتور والإنسولين سنسيديفتي فاكتور عند هزا المريض كان 1800 على خمسين اللي هو بيساوي 36 فالمريض بتاعنا هنطرح 250 ناقص 120 هيدينا 130 على الإنسولين سنسيديفتي فاكتور بتاعه اللي هو 36 هيدينا 6 من 10 اللي هو حوالي 4 وحدات فالمريض بتاعنا في الحالة بتاعتنا دي هيحتاج أولا برامديا لدوز 15 وحدة بالإضافة إلى كورريكشن دوز حوالي 4 وحدات فهتكون الوحدات الإجمالية 19 وحدة وطبعا من هو بياخد نوفو رابد أو إنسولين أسباكت فيتاخده قبل العاشة مباشرة هل يا صديق الكلام واضح لحد كده خليني أقول لك مثال تاني لو نفس هذا المريض اللي إحنا لسه بنتكلم عنه دلوقتي جينا نقص له السكر قبل العاشة كان السكر بتاعه 110 هل ده هنحتاج نديله كورريكشن دوز لا مش هنحتاج كورريكشن دوز لأنه سكره متزبط بس هو هيكل كمية كربادريت كتيرة فهنحتاج نزود للإنسولين شوية فياخد البريند يالدوز بس اللي حسبناها وطلعت بالفعل كان 15 وحدة لكن مش هيحتاج كورريكشن دوز فالكورريكشن دوز بنحطها لو كان سكره بالفعل عالي قبل الوجبة أكتر من التارجت بتاعنا اللي هو 130 ميلي جرام برديسي ليتر كده يعتبر خلاصنا حلقتنا يارب بتكون سهلة شوية زي ما قلت لك لو أنت مش عايز يعني الحوارات دي ما تسمعش الجزء الأخير من الفيديو وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير شكرا لحضرتكم